السلام عليكم مرحبا بكم ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وتكونوا في أفضل حال اليوم بإذن الله هنشارك معاكم هذو اللي فروي بخيستيج ولا الخوخ بريستيج ولا الخوخ اللي جاي على شكل الخوخ بوطبقة هذا اللي عام العام الضجة وضجة كبيرة في المناسبة نتعنا وفي الحفلات نتعنا يعني بصف حاشة بصف خيزان طابل ثاني الذوق تحة ما نحكي لكمش لبنات الذوق تحة ولا أرواح شاركتكم واحد الحشو يجاي هاي لبكريمة الزوبة الأمريكية للطعمة تحة ولا أرواح يعني من تيش كما كرمت الزوبة الأخرى إذن لبنات شاركتكم في هذا الفيديو كل كل الأسرار وكل التفاصيل باش نشكلوا هذا الخوخ بريستيج ثاني كيفية التلوين وبحاجة حاجة بسيطة جد بسيطة للونوا بها لفروي دعنا إذن لبنات بدون إطالة راح نشوف مع بضانة التاريقة والوصفة وثاني تاريخ التشكيل وتاريخ التلوين كامل في فيديو واحد معليش أنا درتو شوية فيديو طويل لكن هكذا يكون فيديو الشام يعمل أفضل خل من تشوفوا كريمة الزوبة في فيديو آخر وطريقة التلوين في فيديو آخر وإلى غير ذلك إذا نبنات بدون إطالة متنسوش حطولي لعيك ولي جديدة معنا ديرينا أبوني ومرحبا بيك معنا في القناة ونبدأوا على بركة الله في الوصفة إذن أول شي نبدأوا بكريمة الزوبة كريمة الزوبة الأمريكية أنا نبدأ بها هي اللولة هذي اللي حنطمو بها لفارس أنا نبدأ بها هي اللولة هكذا باش نخليها ترتاح حوالي هكذا أربع ساعة يعني حتى نوجد لفارس ساعي ونجيب كريمة الزوبة باش نطمو بها إذن اللي بنات اللي هنا عندي صدخ غلاس ولا سكر ناعم عندي اللي هنا مئة قرام من سكر ناعم نجيبوا اللي هنا كاسر ونحط فيها ثلاث مغارف تاع الحليب اللي بنات كريمة الزوبة هذي بس بس في هيلة يعني حتى من بعد مديلكم شذوك الحبيبات في الزوبة اللي هنا ضفنا السكر تاعنا مئة قرام على ثلاث مغارف تاع الحليب وضفنا لهم ملعقة كبيرة هكذا تاع لفاني نخلطهم هكذا جيدا ونحطهم فقط على النار هكذا فقط يدفعوا برك ما يعني مش حنا نخليهم بغلية ولا يدفعوا برك ونطفي عليهم الغاز هنا من جهة أخرى نجيبو الزوبة الزوبة اللي هنا لازم تكون درجة حرارة في غرفها يعني تكون 37 درجة مئوية تكون طارية بس فيما نقولو على القوام الكريمي هنا نجيبو الزوبة تعنا دينا منها 175 جرام من الزوبة الزوبة طارية تقدرو تديرو الزوبة لعبال انا لعبال تعجبني بسف كريمة الزوبة ولا ديرو سيفيتال اضفت لها اللي هنا ملعقة كبيرة من الفانيلا ووضفت لها رشة ملحة رشة ملحة كذا كما نضيفوها في الصابلي نبدأ نخلطها كذا للمكونات كذا جيدا حتى تبياض لي شوي يبار كذيك الزوبة نبدأ نضربها كذا بالباتر حوالي دقيقة ولا دقيقتين نضربها كذا جيدا من بعد نروحو نجيبو السائل السائل تعنا هذك اللي درناها بالحليب والسكر غلاس لا السكر ناعم نبدأ كذا باك نطمها على الجوانب نهبطها ونبدأ نضيف يعني اللي بنا نضيفو بالتدريج ما نضيفوش دفعة واحدة نضيفوها كذا بركب التدريج ونبدأ نضربها حتى نكمل كمية كامل يعني هذه بمقادير مضبوطة كذلك نضربها حتى نضيفوها كامل يعني نبدأ نضيفوها كامل يعني نبعد هنهبطها ثاني بسباتيل يعني كما قلت لكم مره هم مقادير مضبوطة هكذا البنات ونبقى نضربها نضربها جيدا حتى يبياض لي الخالي تاعي هكذا البنات بش نضمن حتى الزوبتاتي مدليش مباد حبيبات هذي اللي يخدمو بها لاير كيك حتى تحطها في البوش يعني تخدمي بها عادي يعني تخدمي الأشكال اللي حبيتك هاي البنات ست هبطها كامل بسباتيل كما قلت لكم راه هم مقادير مضبوطة يعني هبطوا السائل تاعكم كامل نبقى نضربها وفي هذا الأثناء أنا كنت درت شوكولة هذي درت ميات جرام تاع شوكولة درت الوجدان بالحليب درت ميات جرام تاع شوكولة نضربها جيدا وكريمت الزوبت البنات كما لاحظتم اني درنا فيها يعني 2 ملايق من الفانيلا يعني تحب تحب الفانيلا السائلة والبودرة اللي عندكم هكذا ونزيد نضربها كذا جيدا من بعد نحطها ندلها كيس بلاستيكي ولا بابي فيلم ونحطها بترتاحلي في الثلاجة نجي ودركان نحضروا لافارس يعني لافارس البنات كل واحدة وش تحب تدير فيها يعني كل ما تتقلشي لافارسيك بالمكسرات بالفيتين كل ما تجي أفضل لانا تشوفوا البولا تاع الي قيص بها درت كيلة تاع الجينواز كيلة تاع البيسكويت درت نصف كيلة تاع الفيتين انا نحبش الفيتين بزيف ودرت ثاني درت 100 قرام تاع الجوز الجوز شوفوا البنات فتتو بيدي ووظفته ووظفنا ملعقة تاع طوفيا كرامل من بعد نجيبوا كريمة الزبدة تاعي بعد مرتاحت ونبدأ نطم بها الخليط تاعي شتول بولا تاع الشربة اللي كي يلت بيها كيلة تاع الجينواز كيلة بيسكويت بهذه المقادير اه هي زيتني كامل تاع كريمة الزبدة هذي شوفوا بنات ضفتها كامل الحشو تاعنا يحب يجي مشخشخ كي ما نقولو بالكريمة الزبدة اه ما تخافش منها ذوك نخليوها ترتاحها حتى تشرب لي كامل اذوك السوائل ونجيب بنينا بنينا بزاف اللي كلمة الزبدة لانها فيها الشوكولة وفيها يعني تجي روعة شوفوا البنات خليتها كده نخليها ترتاح ننضي لها كيس بلاستيقي نخليها ترتاح على جنب من بعد نجيب الميزان ونبدأ نوزلنا لفارسي اللي هنا لفارس درناها خمسة وعشرين قرام يعني تديرها خمسة وعشرين ستاشي حتى سبعة عشرين قرام كي ما تشوفوا الحبات الخوخ طبيعي يعني يخلقوا يعني يا ربي سبحانه يجي هكا بل هذا الحجم يجي كبير ميجيش صغير كما قلت لكم اللي بنات اللي هنا وزنتها خمسة وعشرين قرام ونحطها في بلاو ونغطيها ونخليها حتى هي ترتاح لي يعني مدة معينة ما بيد ما نروح ندير العجينة اللوز بتاعي نجي وضركها العجينة اللوز الزعنة اللي هنا أنا عندي سبعمية وخمسين قرام من اللوز اللوز ملحي لامارك هذه الماركة المليحة يعني في اللوز قلت لكم اللي بنات عندنا سبعمية وخمسين قرام من اللوز اللوز ملحي لما تقابلو تقابلو ثلاثمية وخمسين قرام من سيكخة جلاس يعني اذا عندك كيلو تعلوس نديرو نص كيلو تع السيكة الل tactile إذا عندك كيلة كيلة تعلوس نديرو نص كيلة تع السيكة الل幕 يعني تقدر تقيسي حتى بالكاس و Arena السحن وللعولي عندك هنا لبنات 375 جرام لا تشاهدون ما هي لبنات لبنات تشاهدت 175 جرام التي أراني دخانة يعني لا يوجد ما هو الغلطة التي تشاهدتها المهم لبنات جبت جفنة وضعت فيها سيكخي وضعت فيها اللوز الساعي ونبدأ نخلطها مع بعضها من بعد لبنات نزيد 200 جرام بتاع السكر تشاهدها في الفيديو نبدأ نخلطها ما كذا عادي هذه هي عجينة اللوز نخدمها بثوم طمينة اللوز يعني نفسها نفسها نجيب اللي هنا تجيبوا أشوار ولا تجيبوا الروبوت على القهوة لي عندكم نبدأ نرحيوها يعني كما العادة نرحيو اللوز الزعناء مع السيكخي نجيب صفايا ونبدأ نصفيها حكذا بشي جيني أرقيق حكذا البنات ونواصل العملية كامل هكذا حناظر على عجينة اللوز عجينة اللوز البنات تقدروا تخليها ترتاح الساعة فقط لأنها ستشرب لكم الماء يعني من المستحسن أنكم تخدموها ثم بعد تقدروها تخليها ترتاح الساعة فقط وتبدأوا تخدموها عادي على عكس الحشو الحشو يعني تقدرو تخليه يرتاح ليلة كاملة اللي درناه من قبيل يعني تقدرو تخليه يرتاح حتى ليلة كاملة بشرط أنكم تخليوش يرتاح في الثلاجة على خطر عدنا فيه فيتين على وقت قبيل قلت لكم الفيتين انما نحبش نكثر في الحشو على خاطر من بعد يتندى لكم أنظري يقول لكم كشغول قوفريتا كذو مبلل بالماء يعني يقول لكم كشغول يتعلق في الحشو على هذي أنا الحشو تاي ما حطوش في الثلاجة حطوها برا على مهم برا على الثلاجة اي مكان اللي تحطوها فيه يعني عادي لأنا كما لاحظتون هي 600 جرام السكر غلاسي تاعي وكمل ترحيده كامل وصيرته كامل يعني ونجيو اللي هنا باش نحطو الغليكوز لان البنات إذا درتو نص كيلو تاع اللوس عفوا ديرو نص نص ملعقة تاع الغليكوز وإذا درتو فوق نص كيلو حتديرو ملعقة كاملة تاع الغليكوز كما لاحظتون هدت يدي في الماء وبللتها ونحيط الغليكوز اذا كم الملعقة كذا باش ملغ سقلكمش يعني اني شاركتكم من طريقة مقبل نحطو ملعقة تاع غليكوز ونحطو ملعقة مغرفة يعني تعزوا بداتكم بدرجة حرارة الغرفة ونضيفوا اللي هنا وش اسمها عفوا الفانيلا الفانيلا درت اثنين ملعقة منها الفانيلا متخافوش من الغليكوز سيضو بلكم عادي اللي هنا بديت نبلوه بمزهر كما راكم تلاحظوا نبلوه بمزهر هكذا ونحلوه باللوز حيتحللكم عادي الغليكوز يعني متخموش نهائيا من بعد نجيبوا قرعة تعماء ماء المعدني هذا اللي نشريوهم برا نديروش تعروبيني هذه القرعة هذه يعني تكفي وتوفينا درت بيها عجينة اللوز هذه ودرت بيها ثاني معجون الورد يعني تكفيكم عادي نبدأ نبلوه اللوز الساعي كما راكم تلاحظوا اللي هنا بالنسبة للوز متل مديرو لوش كولورون أبيض ندروه بارك في الثومة والطمينة اللوز اللي هنا لا داعيف اللي فيروي مديروش الكولورون أبيض نبدأ نطم هالبنات حتى تجيني طارية شفو حتى تتلقوها تبدأ تلاسق لكم في نشف ناتعكم ولا في القصعة هكذا عادي نبدأ نضيف لها بالكمية بالماء نضيف لها حتى نلقاها يعني بدأ تتلاسق متخافوش البنات ونخليوها ترتاحها رايحة تتشرب لي هذوك الماء هذك كامل شوفوا البنات حتى تبدأ تتلاسق لي هكذا من بعد نجيب كيس بلاستيكي ولا بابي فيلم كي ما تحبوا أنا جبت كيس بلاستيكي هكذا وخليتها ترتاح لمدة ساعة كاملة تخليوها هكذا على برا يعني عادي ما متحطاها في الثلاجة يعني عادي نخليوها ترتاح ذوكا وبارد الحال خليوها برك على برا ترتاح لكم هكذا لمدة ساعة حتى تتشرب لكم هذوك الماء وتولي لكم معجين تلوز هايلا من بعد اللي هنا نجيب ميزان اللي هنا بعد ما خليتها ارتاح ساعة كاملة كي ما راكم تلاحظو شوفوا البنات تشربت لي الماء عادي ما ولتش كي ما قبيل نجيب الميزان تاعي ونبدأ نوزنها حتى ربعين قرام يعني كي تفوت شوية معلش بالصح كامل درتهم ربعين قرام هكذا البنات ندورها ربعين قرام من بعد نغطيهم بكيس بلاسيكي نخليهم ثاني يرتاحوا ومن بعد نبدأ نشكلوا الخوخ هكذا البنات كي ما راكم تلاحظو من ربعين كي تفوت شوية ربعين خليوها عادي يعني حتى ال 45 قرام يعني نرمال عادي لانو الحبات على الخوخ يعني الطبيعيين تلقاهم بأحجام يعني متفاوتة تلقاهم مش بنفس الوزن ولا نفس الحجم نجيب ذركا نشكلوا الفاكهات تلقاهم خوخ بطبقا و البوغا يعني كل واحد كي يسميها تم اقولوا لي في كومنتر كيف تسميها عندكم كي نعرفوا يعني اسمها حسب الولايات وحسب المناطق لانا كما كنت لاحظو حكمت عجينة لو ساعي طرحتها في يدي وحطيت لفارس من بعد نبدأ نغطي لفارس ساعي بالأصابع حتى تغطى لكامل من بعد نبدأ نكوورها هكذا شوفوا البنات نكوورها باق نضغط لبنات الضغطة كل ما تضغطي كل ما تشكلي على تتحصلي على الشكل المليح نضغط لبنات الضغطة تضغط لبنات الضغطة تضغط لبنات الضغطة بالفور نبدأه للبنات، نبدأها مليح على الكف تضغط وضغط لبنات الضغطة ونجعل لبنات الضغطة من هنا التي لنا لا تضغط لبنات الضغطة كما تشكلي على الضغطة سأخذ السلوات ونضغطها كما تلاحظوا أنها رخفتها البنات ترخفه من تحت ترخفه عادي السلوات تحكم الحبة ومن بعد تضغطه كلما تضغطي كلما تتحصي على الشكل البوغا سأخذنا عليها من بعد نبدأ نعدلها فقط على الجوانب من بعد نضغط سلوات ثاني ونضغط هذه الخطوط كما تلاحظوا هذا السلوات يعطيني خطوط رائعة السلوات التي تجدوها معها خمسة أخرين عشرة لاف وخمسة عشناف يعني ما هو شي غالي بساف وتجدوه في كل أسواق هاني زدرت معاكم الثالثة نشوفوا البنات نحطوا لفارس نغطيها جيدا هكذا بعد نخدمه الثومة يعني نفس نفس الشي هكذا البنات من بعد نطمها كامل نغلفها ومن بعد نبدأ ندورها بيدي هكذا نتحصل عليها شكل كوراوي سفيريك يعني سفيرية كما نقوله الشكل سفيريك من بعد نحط صرفيتا تاعي كما قلت لكم لبنات ثاني ما تضغطوش صرفيتا يعني ثاني أرخفوها وحكموها من تحت أرخفو يدكم وتبدأت ضغطيها كذا عادي هي سهلة وسهلة ما كانش أسهل من هذا الخوخ بو طبقا هاي لكم البنات شوفوا الشكل هذا جع روعة يعني كل ما تضغطي كل ما تتحصي على شكل مليح ما من بعد نبدأ نعدلها هكذا بيدي ومن بعد هاي لكم البنات من بعد نجيب ستيلو شوفوا البنات هاني قدمت لكم الكاميرا وهذه هما الحبات تاع الخوخ تاعنا لي شكلناها مع بعض كما راكم تلاحظوا البنات شوفوا 750 جرام بتاع اللوس راهي تدير لكم 34 حبة من الخوخ من 34 حتى من 33 حتى 34 حبة نجيب ودرق المرحلة التلوين شوفوا البنات عندي هذو اللي كولورون اللي يتباعوا بالميسان كاين اللي سبيسيال يلونوا بهم اللي فروية كاين لامارك فريكتا هذو هذو في زوج ملاح روعة للتلوين جبت هذو الزجاجة تاع العطر تكون سبيسيال ديروها سبيسيال قاعدو انا شريطا من عندلي يبيعوا الريحة بلا دوز وجبت هذو الصغار وش اسمهم الادوي الصغار هذو اللي راح نفوت بهم الماء للقرعة بون الهنا جبت فنجال درت فيه ماء تاع الظهر ودرت فيه الكولورون لبعض الحلويات اللي فروية عفواً اللونوها باللون الأصفر نبدو اول شي باللون الأصفر وبريد حللتو هكذا في مزهر هكذا جيدا من بعد نجيب هذو كلادوي تكون صغيرة تكون صغيرة هكذا باش نقدر نفوت بها الماء للزوجاجة العطر تاعي شوفوا البنات نفتح الزجاجة للزوجاجة البنات من أحسن تكونوا ما فيهاش ليباقفان هكذا باش مدير لكم شريحة في الحلوات عكم تكون مضيفة يعني هكذا نبدأ نفرغها يعني هذي طريقة اللورة طريقة ثانية مباشرة نديري من القرعة تعمى ماء الظهر وديري الهنا في هذو بعد الادوية بعد فوت فيها الكولورون نبدأ اول شي نتسطي القروراتي او زوجاجة العطر عفوا شوفوا البنات هي كنت اللون باللون الأحمر على هذي لازم تسطيوها اولا يتنحى لكم اللون ذاك اللون من بعد تديروا اللون هذا اللي بغيتوا تصبغوا به كما قلت لكم البنات اللي فروي من المستحسن انكم تبدأوا تصبغوا لاباس زعكم بالأصفر هكذا البنات لش ما يبقاش اللون هذا تعال العجين تلوز نبدأ هكذا نصبغ هكذا عادي كامل ما يهمش البنات كي تحطى لكم الماء ذاك في النص تالحبة مهمش من بعد ذاك نديروه بالبابي باقي يتنحى عادي نكمل نصبغهم كامل هكذا بهذا التريقة ونخليلهم مودة معينة حتى ينشفوا لي شوية هكذا باش نزيدو نديرو اللون الثاني هكذا البنات شوفوا البنات مام تقدمي القرورة يعني عادي ما يهمش تقدميه لتبعد هذي التريقة الثانية باش نعمروا القرورات نجيب الماء الزهر ونديرو مباشرة في القرورة ومن بعد نضيف الكولوران لان اضافت اللون الاصفر كذا باش نكمل الحبات اللي بقاولي هكذا عادي ومن بعد تقفلي القرورات عادي تقفليها عادي بالمقفال تحتها ومن بعد ترجيها كما نقولوا ها تنفضيها هكذا نرجوها هكذا حتى يتخلط لي اللون ونكمل عادي شوفوا اللي هنا البنات بعد ما كملت ذو كذا من نحي هذا البلاستيك اللي درناه نحطه في البلاستيك واحدة اخر هكذا باش ما يتبلو ليش الحبات التوعية ملتحت هكذا البنات شوفوا جبت بلاستيك واحدة اخر ونبدأ ندير اللون الثاني شوفوا البنات نحن ندير اللون احمر نبدأ ننحي اللون الاصفر تاعي هذا اللي يرجينا عنها اللون ونديرو هذا الاحمر يعني عادي بنفس الطريقة اللي درنا الاصفر نبدأ اللون الحبات التوع يشوفوا البنات اللي هنا لكم الاختيار تحبوا تلونوها على الجوانب اللون الاحمر وتخليوا في الوسط تخليوا بالاصفر ولا تخليوا الجنب بالاصفر يجيك شغل الخوخ تعنا عفوا يجي مش طايب بزاف يعني لكم الاختيار الزبونة شافت عندي درت مقبل درت الحبات لونتهم كامل بالاحمر بتغلقت نفس التام وبغلقت نفس اللون يعني قتليه كامل ديري بالاحمر وعلى هذه تقدروا اللي هنا تطلق تلونوها ومعها بها روعة أنا بعدين زيت لهم زيت لهم يعني درتهم كامل باللون الاحمر كما طلبت الزبونة يعني قتليه هكذا واجي احسن معي يعني كل واحدة والظوق تحى شوفوا البنات بعد ما لونتهم كامل بهذا اللون فارينة ونبدأ نرش عادي فارينة 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 انظر ونقف فارينة 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 نكمل بداخله فارينة فارينة يعني ما تخموش علي ما يبقى لكم ش نهائيين الفارينة هذي ما من الضوء تحتها ما يجيش نهائيين في الحلوة تعنا ولا في الفروية تعنا هكذا البنات كي ما راكم تلاحظوا شوفوا على الجوانب كامل الجوانب كامل لازم تمسحوهم بهذا البانسو ها كي ما راكم تلاحظوا شوفوا نمسح ونرجع الجوانب ما منهز الفارينة نهزها من البلاتاعي ونعود نرضى على الجوانب كامل تنشف لي وكامل تعطيني هذك القوام هذك الشكل هذك على الفارين شوفوا جبت البانسو هذا الرقيق هذا اللي ندروا بها تان ماكياج هذو البنات يعني ندرتم سبيسيال شريتم سبيسيال للغاتو هذا الرقيق هذا اللي ندروا به الايلينر هذك منحيو به هذك الزوائل اللي جاي في المص ان شاء الله البنات تكونوا فهمتوني وهذه هي النتيجة تعنا كما راكم تلاحظوا شوفوا حبات يجي فيهم اللون الأصفر اللون الأحمر يعني ذوكم الألوان اللي يعجبوني أنا هذا هو الشكل اللي يعجبني كما قلت لكم الزبونة اللي طلبت انه يجي كامل باللون الأحمر شوفوا جاو روعة امام الأشكال شوفوا جي أشكال عشوائية وكأنها صح صح الخوخ هذا بو طبقة يعني جي نفسها بعد جي يعني ما شاء الله في الأشكال تحى نتمنى انهم عجبوكم شوفوا الشكل تحى روعة والتاريقة تحى أسهل أسهل ما يكون يعني فيها وقفة برك فيها شوية خدمة بالصحي يعني ممتعة خدمتها روعة نتمنى انكم تجربوها وتنجحوا فيها ان شاء الله نجي ومن بعد التزيين تحى كاي اللي يخليها هكذا بعد خليها هكذا ما يزينها موالو وكاي اللي تحب تزيد لها الورقة وتزيد لها ذاك اللي يجي في الوسط اللي اللونه فقط بالكولوران ولا تلونيه بالكاكاو من بعد نجيو للمرحلة الأخيرة اللي هي المرحلة التزيين اللي حن نخدمو فيها الورقات نتعنا لحن نزينو بهم الخوخ اللي هنا عندي القيمباست كيما نعرفوا القيمباست جي انديري كيمان نوغا جيها ككتت فتت لازم نخدموها مليح بيدينا من بعد نبدأ وننضيفوها للكولوران بعد نبدأ ونخدمو بها عادي هنا عندي الكولوران هذا التعصاشية الصغيرة يتباعو بميل فخان يتباعو بألف فرنك هذو البنات الكولوران هذا مش هيلوننا لابات كاملة شوفوا البنات حين نمدلكم كشغول نقاط بركة كذا في الفير فانسي على هذي هنا نستخدم الكولوران هذا ونستخدم الكولوران الثاني للأخضر في السوقي تع الميزان تماما راكم تشوفو نبدأ نضيفها كذا بالكمية بيش يبانو لي مليح هذوك النقاط الخوضر في لابات تاعي وانتوما لكم الاختيار كل واحدة كما تحب تلون نضيفوها هنا شوفو وضفت النشاء هكذا بيش تيبس لي شوية لابات من بعد نبدأ نضيف الكولوران تاعي هذا الاخذ الفسقي لانا ثانية تقدروا تضيفو التيلوز يعني ما في اللي ما فين يخدمو بالتيلوز يضيفو التيلوز في بلاست في بلاست النشاء هكذا البنات نبدأ نخدمها هكذا بيدي عادي حتى نتحصل على عجينة يعني تكون مليحة باش نبدأ نطرحها هكذا البنات شوفو البنات حصلت على اللون اللي حبيت وانها في الاخذ الفسقي وفيه النقاط هذوك في في الفير فونسي هكذا نبدأ نطرحها نطرحوها رقيقة البنات مش رقيقة بزا فلاس ومش مش خشينا هكذا نبدأ نطرحها هكذا عادي من بعد نجيبو الطابع تاعنا تاع الورقة الطابع الطابع لي عند كومنتو ما تاع الورقة هكذا نبدأ نطبحها هادي هايليكم البنات هكذا بهذا الشكل نطبعوها من بعد نجيبو الحلال تاعي نبدأ ننهز الورقة تاعي نبدأ نطرحوها شوفو طوليا بعد نطرحوها شوية بالعرض هكذا نطرحها طوليا هكذا بجيني شوي طويلة نجيبو البخان بتاعي البصمة هذي تعنا ونبدأ نضغط هكذا جيدا حتى نتحصل على الورقة تاعي شوفو البنات يجيو الشكل تحاول أرواح كايلي تحب زيت شرشفها ناكو تحن شرشفها هكذا بالبلابو ولديكم بعد ولي تبطل شوفو خليتها هكذا هكذا أحسن خرم نزيدون شرشفها على الجوانب ولكم الاختيار ليخدموا الورقات ولا يخدموا الوردة هما عندهم عندهم أفكار في هذا المجال المهم البنات هذو هما اللي تحصل عليهم الورقة تاعي على العدد الحلوة تاعي هكذا هم بعد نروح ونصقهم جيدا حتى نتحصل لهذا الغيراء وهنا في الأخير بعد ما كملت صينت الحبات التوعية كامل كمت لهم الأوراق وهذا في الوسط بطبيعة الحال حطيتهم في الورقونسا في الكيسات شهو جال منظر تحمل روعة في البلا يعني المنظر تاعه بالسف راقي والفوكه هذو بالسف روعة ويعني السهلين في خدمتهم نتمنى أنكم تجربوهم إن شاء الله تنشحوا فيهم تتوفقوا فيهم لماذا لا إن شاء الله ثاني اللي تحب تديرها الملح الواجية تديرها كمشروع إن شاء الله تنشحوا فيه شوفوا البنات طارة واتحة والمساقية للوصفة يعني روعة روعة ضوق ومنظر وكل شي يعني شوفوا البنات تزيد نعطي لكم ثاني لكفجيلة فارس صحة من الداخل شوفوا البنات تجيب الزبزة فطرية وبالزفة راعة إلى هنا البنات تلحقنا نهاية الفيديو نتمنى هذا الفيديو نالإعجابكم من الرضاكم ما بقى لي غنقلكم دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر